بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين هذه الآيات أيضا تشير إلى سبب آخر من أسباب انحراف وسقوط بني إسرائيل وهو العداوة مع الله ومع أوليائه إذ يهود كانوا يعادون جبريل فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا له لو كان الذي يأتيك ميكائيل لأملنا بك لماذا فإنه ملك الرحمة يأتي بالسرور والرخاء وهو صديقنا وأما جبريل فهو ملك العذاب ينزل بالقتل والشدة والحرب وهو عدونا الله تبارك وتعالى يخاطب الرسول ويقول له قل يا رسول الله لهؤلاء اليهود من كان عدوا لجبريل فإن جبريل ليس سببا فيما يعمل حتى تتخذونه عدوا فعلى فرض المحال أن هناك الذنب لجبريل هذا لا يكون سببا لترك الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وآله فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإن جبريل هو الذي نزل القرآن على قلبك يا رسول الله وذلك بإذن الله وأمره مؤمن عند نفسه مصدقا لما بين يديه حال كون القرآن يصدق التوراة وهدى وبشرى للمؤمنين وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب يقول لربه عز وجل يا رب هذا أضمأت نهاره وأسهرت ليله وقويت في رحمتك طمعه وفسحت في مغفرتك أمله فكن عند ظني فيك وظنه يقول الله تعالى أعطوه الملك بيمينه والخلد بشماله وأقرنوه بأزواجه من الحور العين واكسوا والديه حلة لا تقوم به الدنيا بما فيها فتنظروا إليهم الخلائق فيغبطونهما وينظران إلى أنفسهما فيعجبان منها ويقولان يا ربنا أن نالنا هذه ولم تبلغها أعمالنا فيقول الله عز وجل ومع هذا تاج الكرامة لم ير مثلها الراءون ولا يسمعوا بمثله السامعون ولا يتفكروا في مثله المتفكرون فيقال هذا بتعليمكما ولدكما القرآن وتبصيركما إياه بدين الإسلام ورياضتكما إياه على حب محمد رسول الله وعلي ولي الله وتفقيهكما إياه بفقههما لأنهم اللذان لا يقبل الله لأحد عملا إلا بولايتهما ومعادات أعدائهما وإن كان ملأ ما بين الثرى إلى العرش ذهبا فتصدق به في سبيل الله فتلك من البشارات التي تبشرون بها وذلك قوله عز وجل وبشرى للمؤمنين شيعة محمد وعلي ومن تبعهم من أخلافهم وذراريهم فالإنسان العاقل لا يعادي مثل هذا الكتاب الذي هو هداية وبشرى للكل وإنما خصه بالمؤمنين لأن المؤمنين هم الذين يستفيدون من هذا الكتاب فإذن لا وجل عداوتكم لجبرائيل لماذا؟ لأنه أولا لم يعمل شيئا من تلقاء نفسه بل كانت أعماله بأمر الله تبارك وتعالى ثانيا جبرائيل يصدق كتابكم ثالثا الكتاب الذي جاء به جبرائيل كتابه هداية رابعا إن هذا الكتاب فيه بشرى بالنعيم الأبدي والمستقبل الزاهر فالحريبكم موالاته وشكره ومحبته واتباعه لا معاداته من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين في هذه الآية الله تبارك وتعالى يبين بأن اليهود ليسوا أعداء لجبرائيل فحسب بل هم أعداء الله وأعداء أولياء الله وأعداء ما أنزل الله من كان عدوا لله يعني يخالف الله عن عناد فيفعل فعل المعادي من الاتيان بما يكرهه الله سبحانه وتعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكال جبريل وميكائيل من الملائكة وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام وإنما خصهما بالذكر لأنهما كان موضع البحث مع اليهود فلا فرق بين جبريل وميكائيل وسائر الملائكة من كان عدوا لهؤلاء فإن الله عدوا للكافرين إذ كل من يعادي أحد هؤلاء يكون كافرا والله عدو لمن كفر فيفعل معه فعل المعادي من الإهانة والعذاب والعقاب ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك يا رسول الله آيات بينات واضحة فيجب على اليهود الإيمان وما يكفر بها إلا الفاسقون الفاسق هو المارق الخارج عن طاعة الله سبحانه وطاعة الله سبحانه وطريق الهدى والرشاد وفي الحديث الشريف وما يكفر بها إلا الفاسقون عن دين الله وطاعته من اليهود الكاذبين والنواصب المتشبهين بالمسلمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين